يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظره بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بانوراما الظهور المهدوي الحلقة الثامنة والعشرون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك مرحلة الظهور مكة وأحداثها المدينة وأحداثها وأحداثها العراق وأحداثه وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى فتنة مسجد الكوفة أقرأ عليكم من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية وواحد وثمانين للهجرة وهذه طبعة شمس الضحى إيران الجزء الثاني من كمال الدين في الصفحة السبعين بعد الأربعمائة إنه الحديث الخامس والعشرون بسنده بسند الصدوق عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كأني أنظر إلى القائم عليه السلام على منبر الكوفة وحوله أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً عدة أهل بادر وهم أصحاب الألوية هم القادة وهم حكام الله في أرضه على خلقه حتى يستخرج من قبائه كتاباً مختوماً بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله فيجفلون عنه إجفال الغنم البكم وصف دقيق من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لأصحاب إمام زماننا في هذا الموقف العجيب فيجفلون عنه إجفال الغنم البكم الإمام يشبههم بالبهائم البكماء فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيباً هؤلاء نقباء بقية الله الأعظم نقباء أصحابه من هو هذا الوزير هناك إشارات إلى أن وزيره الخضر الإمام الإمام في دولته هناك عدد من الوزراء لكن الحديث عن الوزير هنا بالقياس إلى مجموعة النقباء هذا هو وزيرهم وزير الإمام ووزير النقباء هذا هو كبيرهم كبير النقباء وإلا فإن الخضر من وزراء إمام زماننا وكذلك هناك جمع من أصحاب الإمام يكونون من وزرائه ومن الذين سيرجعون من عالم البرزخي سيكون فيهم من الوزراء أيضا لإمام زماننا قد يراد من الوزير هنا اليماني يمكننا أن نتلمس هذا من بعض القرائن من بعض الإشارات المنصور هو وزير إمام زماننا هكذا ورد في بعض الروايات ورد في بعض الروايات من أن ناصر إمام زماننا من اليمني يقال له المنصور ربما إذا جمعنا بين هذه الروايات يمكننا أن نستنتج هذا الاستنتاج من أن الوزير المذكور هنا هو اليماني هذا الكلام ليس قطعيا لكن القرائنة المتوفرة لدينا تشير إلى هذه النتيجة فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا كما بقوا مع موسى بن عمران عليه السلام فيجولون في الأرض لأنهم يجفلون عنه إجفال الغنم البكم يفرون من الإمام كفرار البهائم البكماء فيجفلون عنه إجفال الغنم البكم فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا هذا هو الذي قلته في حلقة يوم أمس وأنا أحدثكم عن معنى اليوم الذي لا يُعصى الله فيه قلت لكم لا يوجد يوم في حياتنا يكون خاليا من المعصية وهذه معصية وهذه معصية وأية معصية اليوم الذي يخلو من المعصية كيوم الوزير وبقية النقبة هؤلاء الثابتون على طاعة إمامهم والمسلمون لأمره والسالمون له في كل شأن من شؤونهم فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا كما بقوا مع موسى بن عمران عليه السلام فيجولون في الأرض يجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهبا يبحثون يمينا وشمالا ثم يعودون إليه فلا يجدون عنه مذهبا يجولون يجولون في مختلف الاتجاهات الذي يجول هو الذي يذهب يمينا شمالا ويبتعد عن اليمين ويقترب منه ويبتعد عن الشمال ويقترب منه ويجول ما بين اليمين والشمال مبتعدا مقتربا فيجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهبا فيرجعون إليه والله الإمام الصادق يقول إني لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به هذه الرواية ليست يتيمة هذه الرواية في مضمونها العام مر ما يماثلها في فتنة المدينة حينما يبدأ إمام زماننا بنبش القبرين إنها فتنة اللات والعزة التي مر الحديث عنها وأكذا سمتها الروايات والأحاديث فتنة الصنمين فتنة صنمي قريش وهناك روايات أخرى يأتي مضمونها في السياق نفسه لكنني لست متطرقا في هذه الحلقات إلى كل الروايات والأحاديث إنما هي لقطات تمثل مفردات لتشكيل هذه الفانوراما بالنحو الذي تقدم لكم رؤية شاملة عن الظهور المهدوي لماذا فروا وما هو القول الذي قاله الإمام له القول الذي قاله الإمام لهم نحن لا نعرفه الإمام الصادق قال والله إني لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به الصادوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة في هذا الكتاب نفسه ليس في هذه النسخة وإنما في نسخة من النسخ القديمة علق على هذه الرواية في الحقيقة إنني لم أطلع على هذه النسخة في الوقت الحاضر تحت يدي ثلاث نسخ هناك نسخة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة وهناك نسخة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان وهناك نسخة مؤسسة شمس الضحى هذه النسخة التي أنا أقرأ عليكم منها وقد اطلعت فيما سلف من سني العمر مما مضى من عقود في سالف الأيام اطلعت على عدد من النسخ منها ما هو مخطوط ومنها ما هو مطبوع لكنني لم أعثر على هذا الكلام الذي نقله صاحب بيان الأئمة شيخ محمد مهدي زين العابدين هذا كتابه بيان الأئمة للوقائع الغريبة والأسرار العجيبة هذا هو الجزء الثالث وهذه الطبعة هي طبعة دار الغدير الطبعة الأولى الفين واربع ميلادي قموا المقدسة في صفحة ميتين وتساطعش وتحت عنوان البيان التاسع في الأخبار عن تشريع الإمام القائم عليه السلام بعض الأحكام يورد زين العابدين الرواية نفسها وينقل كلاماً للصدوق هو تعليق للصدوق على الرواية قال الصدوق بعد هذا الحديث توضيح أجفل القوم أجفالاً هربوا مسرعين ثم قال أقول لا تعجب من أن يكون أصحاب القائم من المرتدين بالكلام الذي يقوله القائم لأصحابه فقد ارتد أصحاب رسول الله بالكلام الذي ذكره يوم الغدير لأصحابه قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه ارتد الناس بعد النبي إلا أربعة في البداية كانوا ثلاثة هذا في مرحلة ثانية ارتد الناس إلا ثلاثة إنهم سلمان والمقداد وأبو ذار ولكن بعد ذلك صاروا أربعة أضيف إليهم عمار عمار بن ياسر ثم ازدادوا شيئاً فشيئاً حتى وصلوا إلى ما يقرب من العشرين قال جعفر بن محمد قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه ارتد الناس بعد النبي إلا أربع ثم قال الصدوق يقول لعل المراد بالكلام الذي يذكره القائم لأصحابه هو جعله كربلاء قبلة للناس هذا المضمون لم يرد في رواياتنا ربما اطلع عليه الصدوق واعتمد عليه في ذكر هذا الاحتمال لكننا لا نمتلك كل الأحاديث التي وصلت إلى الصدوق فهناك العديد من كتبه قد ضاعت فقدت لم تصل إلينا خلاصة الكلام لا توجد عندنا في كتبنا التي بين أيدينا روايات بهذا الخصوص من أن الإمام صلوات الله عليه سيجعل كربلاء قبلة فكلام الصدوق هذا والذي حذف من النسخ الموجودة من كتابه كمال الدين وتمام النعمة وهذا مصداق من مصادق التحريف أتحدث عن التحريف الشيعي عن التحريف البتري وقد حدثتكم بالوثائق والحقائق عن التحريف الطوسي وعن التحريف البتري وعن التحريف المرجعي لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن السنة هم الذين حرفوا كتبنا هذا كذب السنة لا يعبؤون بكتب الشيعة وما حرفوا من كتبهم شيئا نعم السنة يكذبون على الشيعة حرفوا الروايات الشيعية التي في كتبهم هذه حقيقة السنة يفترون على الشيعة وافتراءاتهم موجودة في كتبهم Die السنة ينتقصون من العترة الطاهرة بحسب معتقداتهم وهذا موجود في كتبهم السنة يحرفون أحاديث العترة الطاهرة التي نقلت في كتبهم السنة يضعفون أحاديث العترة الطاهرة التي نُقلت في كتبهم لكن التحريف في كتبنا هو تحريف شيعي بتري طوسي من الطراز الأول وقد مر هذا الكلام مثبتا بالوثائق والحقائق والدقائق في برنامج الخاتمة وفي مجموعة حلقات صولة القمر وفي برنامج ما بين واقعين في مجموعة الحلقات التي حدثتكم فيها عن المذهب الطوسي القذر على أي حال فهذا الكلام الذي نقله زين العابدين في كتابه بيان الأئمة عن الصدوق من كتابه كمال الدين لا وجود له في النسخ المتوفرة لدينا الآن الصدوق نفسه لم يصرح بأنه قد نقل هذا عن رواية أو حديث معصومي لكن مثالا كهذا المثال الذي ضربه كيف تطرق إلى ذهنه ما لم يكن قد اطلع على رواية أو حديث بهذا الخصوص على أي حال هذا الأمر ليس مهمة لكن الذي يتردد في الأوساط الشيعية على الألسنة من أن القبلة ستتغير إلى كربلاء ما رده هذا الكلام لا يوجد شيء آخر في كتبنا فهذا الكلام هو كلام الصدوق وفي الوقت الحاضر لا وجود له في كتب الصدوق إذن نحن لا نعرف مضمون الكلام الذي يقوله إمام زماننا لأنصاره هؤلاء والذي يجعلهم يجفلون عنه إجفال الغنم البكم الإمام الصادق قطعا يعرف ذلك ولذا فإنه يقول والله إني لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به حتى إذا أردنا أن نأخذ بهذا الاحتمال من أن الإمام سيغير القبلة إلى كربلاء وما هو الشيء الغريب في ذلك ما هو الشيء العجيب في ذلك الإمام أولا سيزيل كل التحريف هناك تحريف هائل قامت به سقيفة بني ساعد لدين محمد صلى الله عليه وآله وهناك تحريف أعظم وأكبر وأكثر من تحريف سقيفة بني ساعدة إنه تحريف سقيفة بني طوسي هذه السقيفة الألعن والأقدر والأنجس إمام زماننا أولا يزيل هذا التحريف وبعد أن يزيل هذا التحريف يثبت ويبقي بعض الأحكام وهناك أحكام كثيرة سيغيرها على جميع المستويات على مستوى العبادات على مستوى المعاملات على مستوى الطقوس على مستوى المناسك على مستوى العلاقات وعلى مستوى الأخلاق والآداب والأعراف هناك تغيير عظيم وهائل يبتدع أولا بإزالة التحريف ما قامت به السقيفتان أتحدث عن السقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي فالإمام سيزيل تحريف السقيفتان وبعد أن يبين الأحكام والحقائق والآداب مثل ما يريدها الله ومثل ما يريدها رسول الله وأمير المؤمنين والزهراء والأئمة من ولد الزهراء من المجتبى إلى إمام زماننا صلوات الله عليهم جميعا سيثبت الإمام بعضها وسيقوم بإلغاء بعضها ثم سيظهر لنا المثال المستأنف إنه دين الإسلام بثوب جديد ما هو بدين جديد إنما هي تجليات من تجليات الإسلام دين الله مثل ما مر علينا دين واحد ولذا لا يوجد هذا التعبير في أحاديث الغيبة والظهور من أن الإمامة يأتي بدين جديد يأتي بكتاب جديد يأتي بأمر جديد يأتي بقضاء جديد كل هذا ورد في الروايات لكن لم ترد عندنا رواية تقول من أن الإمامة يأتي بدين جديد هذا الكلام ليس موجودا لا في الزيارات ولا في الأدعية ولا في الروايات والأحاديث الشريفة إنما يأتي الإمام بكتاب جديد بأمر جديد بقضاء جديد لأن الدين هو دين واحد لا يوجد دين قديم ودين جديد دين الله دين واحد إنه دين الملأ الأعلى ودين الملأ الأسفل إنه الدين في عالم الغيب والدين في عالم الشهادة إنه دين الإسلام لكن في كل مرحلة للإسلام للدين هذا تجليات في زمن الظهور هناك تجل يناسب هذه المرحلة لهذا الدين فما هو الضير في أن الإمام يغير القبلة من الكعبة إلى كربلة ما هو الضير خصوصا ونحن في ثقافة العترة الطاهرة نقطع نقطع بأنه لا مقايسة في الفضل بين كربلاء والكعبة لا شأن لنا بما تقوله سقيفة بني ساعد ولا شأن لنا بما تقوله سقيفة بني طوسي ألا لعنة الله على السقيفتين نحن نتحدث عن دين العترة الطاهرة في دين العترة الطاهرة لا وجه للمقايسة في القرب من الله في الفضل عند الله لا وجه للمقايسة فيما بين الكعبة وكربلة وهذا واضح في بديهيات ثقافة العترة الطاهرة وما جاء من الروايات من أن كربلاء أفضل من الكعبة جاء بلسان المدارات وإلا فلا وجه للمقايسة في الفضل بين كربلاء والكعبة الكعبة في يوم من الأيام كانت كانت موطنا تتحرك فيه أغنام إسماعيل وهذا المكان الذي يقال له حجر إسماعيل هنا دفن إسماعيل أمه هاجر ولما توفي إسماعيل دفن بجانبها هذا المكان الذي يقال له حجر إسماعيل هذا الحائط بناه إسماعيل حجرا لقبر أمه حتى لا تأتي الأغنام كي تدوس وكي تلقي بفضلاتها على قبر أمه فوضع حائطا حاجزا سمي بحجر إسماعيل والكعبة هذه كانت مملوئة بالأصنام التي تعبد من دون الله وكان رجال الدين يشربون خمورهم في داخل الكعبة إنهم كهان معبد الأصنام لذا حينما أراد الباري سبحانه وتعالى أن يطهر الكعبة شق الجدار لفاطمة بنت أسد كي تطهر الكعبة بمولد علي فيها هذه هي الكعبة وهذا الحجر الأسود في الأحاديث هو أول ملك من الملائكة أقر بولاية علي فجعله الله بهذه الصورة أكرمه أن جعله موضعا لكي يكون شاهدا على مواثيق الحجاج مواثيق دينهم ولذا فإن الحجاج يعرضون مواثيقهم عند الحجر الأسود أنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل لكن في ثقافة العترة الطاهرة لا وجه للمقايسة في الفضل بين أرض ضمختها دماء الحسين التي هي دماء محمد صلى الله عليه وآله وهي هي دماء الله الله جعلها دماء هكذا نسلم على الحسين في زياراته من أنه ثار الله ثار الله دم الله الله سبحانه وتعالى جعل دم الحسين دمه لذا نسلم عليه في زياراته الشريفة السلام عليك يا ثار الله وابن ثار هذه أرض تضمخت بدم الله أين وجه المقايسة بينها وبين أرض كانت تجول فيها أغنهم إسماعيل إذا كان في أرض مكة تفجرت زمزم تحت أقدام إسماعيل لأجل أن يشرب إسماعيل فإن في كربلاء تفجرت دماء الحسيني من عنق الحسين من أوداج الحسين تفجرت دماء الحسين لأجل المشروع المهدوي الأعظم فأين هذا من هذا فأين هذا من هذا لا وجه للمقايسة مطلقا مطلقا لذا فإن السجود على تربة كربلاء في صلواتنا الواجبة والمندوبة هذا السجود على هذه التربة يخرق الحجب السابع فهل يوجد مثل هذا في أرض مكة هذه كربلاء والحديث عنها طويل 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 فما هو المستغرب في أن تكون كربلاء قبلة ما كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس وبيت المقدس هو موضع محارب أنبياء بني إسرائيل وتغيرت القبلة بعد ذلك إلى البيت العتيق فمثل ما تغيرت في يوم من الأيام ستتغير في يوم آخر في مرحلة يتجلى فيها الإسلام بتجل جديد وسيلبس الدين ثوبا قشيبا جديدا فما هو العيب في ذلك إذا كان الكلام فعلا مثل ما يقول الصدوق وقد قاله كما يبدو على سبيل المثال على سبيل الاحتمال أي كلام سيقوله إمام زماننا نحن نقبله نحن نقبله إنني أتحدث على الأقل عن نفسي فإني أقبله أي كلام يقوله فإنني أقبله المشكلة هنا مشكلة تعود إلى بنية العقل الشيعي وهذا هو الذي أحذركم دائما منه من أن بنية العقل الشيعي دمرها الطوسيون فما عاد العقل الشيعي عقلا شيعيا إنه عقل يتشيع لمراجع الدين لدين الأحبار والحاخامات دققوا النظر في الكتاب الكريم هل وجدتم هل وجدتم في قصص بني إسرائيل مع كثرتها في الكتاب الكريم هل وجدتم أن اليهود قتلوا أحبارهم وحاخاماتهم لا يوجد مثل هذا ولكن القرآن مشعون بأن اليهود قتلوا أنبياءهم وإمامنا أمير المؤمنين حذرنا من أن الشيعة سيتيهون تيها يكون تيههم أضعاف تيه بني إسرائيل حذاري حذاري يا من تقولون نحن خدام الحسين إذا لم تحملوا عقلا شيعيا وفقا لقواعد المنطق العلوي فلا أنتم بخدام الحسين ولا أنتم بشيعة ولا أنتم ببطيخ نذهب إلى فاصل مختصر البصائر أصل الكتاب لسعد الأشعري القمي من أصحاب الأئمة رضوان الله تعالى عليه واختصره الحسن ابن سليمان الحلي من علماء القرن الثامن الهجري من علماء الشيعة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة الثالثة والعشرين بعد المائتين إنه الحديث التاسع بسنده عن زيد الشحام عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لي أتدري بما أمروا من هم الناس ومن ضمنهم هؤلاء أتحدث عن خواص أنصار إمام زماننا الإمام الصادق يقول لزيد الشحام أتدري بما أمروا أمروا بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا هذا هو دين العثرة الطائقة في هذه الجملة الوجيزة المختصرة أتدري بما أمروا أمروا بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا قد يتصور البعض من الشيعة الذين يعدون أنفسهم بأنهم عارفون بالعترة الطاهرة قد يتصور البعض من أن معرفة محمد وآل محمد عموما ومعرفة إمام زماننا خصوصا أن نسلم لرواياتهم وأحاديثهم وهذا شيء حسن وهو جزء من معرفتهم وأن نقر بمقاماتهم الغيبية ومنازلهم النورانية وما لهم من الولاية الكلية الإلهية المطلقة وما فوض الله إليهم من قدرته وشؤونه وما أعطاهم من علمه وكل أسرار غيبه هذا كله حسن وكله داخل في معرفتنا لمحمد وآل محمد عموما ولإمام زماننا خصوصا لكن المعرفة لا تقف عند هذا الحد المعرفة ما هي بمعلومات إذا ما رجعتم إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك من برنامج الخاتمة هذه المجموعة عرضت فيها الخارطة الكاملة للعقيدة السليمة وقلت من أن معرفة إمام زماننا هي هذه هذه ما هي بالمعرفة الكلية هذا جزء من معرفة إمام زماننا التوحيد وأسرار التوحيد جزء من معرفة إمام زماننا وهكذا سائر العناوين الأخرى في الخارطة الكاملة للعقيدة السليمة القضية لا تقف عند معلومات مهما اتسعت ومهما تشققت وتفرعت المعلومات حتى لو صارت عقولنا موسوعة علمية هائلة واحتوى واحتوت كل المطالب العلمية والمعرفية لما يرتبط بشؤون محمد وآل محمد صلوات الله عليهم فما ذلك بمعرفة إمام زماننا إنه يشكل جزءا من معرفة إمام زماننا القضية لا تقف عند هذه الحدود ولا تتشكل من هذه العناوين فقط معرفتنا بنفوسنا جزء من معرفتنا بإمام زماننا حينما نعرف ضواهر نفوسنا وبواطنها ونعرف نقاط القوة فيها ونقاط الضعف التي تمزقها تمزيقا حينما نعرف عيوبنا وما هو علاج هذه العيوب حينما نكون مشرفين على أسرار خلجاتنا النفسية إن كانت تذهب يمينا أو كانت تذهب شمالا هذا جزء من معرفتنا لإمام زماننا كيف نعرف أولياءنا ما لم نعرف أعداءنا ونبينا الأعظم يقول يخاطبني ويخاطبكم أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك علينا أن نعرف أعداءنا وأول أعدائنا هذه النفوس التي تعبث بنا ونعبث بها أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك معرفتنا بنفوسنا هي جزء من معرفتنا بإمام زماننا حينما نكون على بصيرة بنواقصنا فتلك النواقص ستضطرنا لنبحث عن الذي يكملها عن الذي يعالجها معرفتنا بالشيطان وأساليبه وخدعه معرفتنا بجنده وأوليائه هي جزء من معرفتنا بإمام زماننا معرفتنا بالدنيا وعيوبها معرفتنا بحقيقة هذه الدنيا ومن أنها لحب وله معرفتنا لحقيقة اللعب والله لا أتحدث عن معرفة بمعاني الألفاظ أو بقدرة للحديث عن عيوب الدنيا إنني أتحدث عن بصيرة وعن ممازجة حقيقية فيما بين نفوسنا وبين هذه الدنيا ونحن نتحسس عيوبها ونستشعر بكامل حواسنا وبكامل إدراكنا من أنها لعب وله إنها صور عارضة ستنطوي كل شيء من حولنا سينطوي ستلاشى وينتهي ليس الحديث عن هذه الموضوعات لكن معرفتنا بإمام زماننا لا تقف عند حدود معلومات معينة في أن نسلم لأحاديثهم في أن نقر بالمقامات الغيبية والمنازل النورانية لهم هذا جزء من المعرفة المعرفة أمر واسع جدا جدا ولا يستطيع الإنسان أن يحيط بها في أي مقامات من مقاماته ومر علينا في حلقة يوم أمس من أن اليوم الذي لا يُعصى الله فيه هو اليوم الذي نزداد فيه معرفة لإمام زماننا وتشتد علاقتنا به وهذا لا يتحقق في لحظة واحدة لأن معرفة إمام زماننا أمر واسع وواسع جدا وهذا الذي حدثتكم عنه قبل قليل ما هو إلا كلام في حاشية الموضوع الموضوع كبير وواسع ومضطرد جدا على أي حال أعود إلى ما قاله إمامنا الصادق لزيد الشحام أتدري بما أمر أمروا أمروا بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا الحديث السادس في الصفحة الثانية والعشرين بعد المائتين بسنده عن أبي بكر ابن محمد الحضرمي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون إن المسلمين هم النجب يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون إن المسلمين هم النجب يقولون من هم الهالكون أصحاب علم الكلام وهو علم ناصبي علم شيطاني قذر المؤسسة الطوسية المرجعية البترية أسست عقائدها وفقا لعلم الكلام وهو علم ناصبي قذر يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد طريقة مناقشة الكلاميين للمسائل العقائدية حينما يذكرون مطلبا من المطالب العقائدية يقولون فهو لا يخلو إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا فإذا كان هكذا فالأمر كذا 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 وإذا كان هكذا في الحالة الثانية فالأمر كذا 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 طريقة النقاش الكلامي في كتب علم الكلام يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد ينقاد لحكم العقل الذي هم يتبنونه وهذا لا ينقاد كذلك لنفس الأحكام والبديهيات والقواعد التي يثبتونها في هذا العلم الناصبي القذر أما والله لو علموا كيف كان أصل الخلق ما اختلف أثنان وقد مر الكلام عن خارطة الخلق في برامج السابقة يمكنكم أن تراجعوا تلك الحلقات وكل البرامج متوفرة إما على شاشة هذه القناة وإما على منصاتنا الألكترونية على الشبكة العنكبوتية يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون إن المسلمين هم النجباء يقولون هذا ينقاد هؤلاء الهالكون المتكلمون أصحاب علم الكلام يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد أما والله لو علموا كيف كان أصل الخلق ما اختلف اثنان هؤلاء يتحدثون من عند أنفسهم الدين لا يؤخذ إلا من أهل الدين وأهل الدين فقط محمد وأهل محمد ولا يوجد غيرهم الذين يتوقعون أن أهلا للدين من غير محمد وأهل محمد فهؤلاء يضحكون على أنفسهم في الصفحة الخامسة والعشرين بعد المائتين عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث الرابع عشر أرأيت يخاطب أحد أصحابه أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلناه لكم إنه يكون ما أنت صانع الإمام يقول لهذا الشيعي ماذا تفعل لو أن الصيحة لم تقع لأن العلامات الحتمية قد لا تتحقق ومر هذا الكلام علينا أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلناه لكم إنه يكون ما أنت صانع قلت أنتهي فيه والله إلى أمرك ما تقولون أنتم لي فأنا أسلم لكم فقال إمامنا الباقر صلوات الله عليه هو والله التسليم وإلا فالذبح لأنك ستقف محاربا لإمام زمانك وعاقبة ذلك الذبح فقال هو والله التسليم وإلا فالذبح وأومى بيده إلى حلقه إلى موضع الذبح الحلق هو موضع الذبح أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلناه لكم إنه يكون ما أنت صانع قلت أنتهي فيه والله إلى أمرك فقال هو والله التسليم وإلا فالذبح وأومى بيده إلى حلقه النجاة في التسليم المدرسة الأخبارية مثلا تشكل على المدرسة الأصولية أتحدث عن المدارس الشيعية تشكل على المدرسة الأصولية من أنها لا تعبأ بأخبار وأحاديث أهل البيت وهذه ما هي بمشكلة كبيرة المشكلة الكبيرة إن المدرسة الأصولية لا تعبأ بأهل البيت أساسا حينما لا يعبأون بأخبارهم هذه مسألة فرعية المدرسة الأصولية أساسا لا تعبأ بأهل البيت والمدرسة الأخبارية كذلك لا تعبأ بأهل البيت إنهم يعبأون بأخبار أهل البيت جعلوا الرواية إماما لهم الأخباريون هذه مشكلتهم جعلوا الأحاديث إماما لهم الأحاديث ما هي بإمام لنا ولذا إذا رجعنا إلى عقائد المدرسة الأخبارية فإن خللا واضحا فيها أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع في هذا البرنامج هذا الموضوع بحاجة إلى برنامج خاص كي أعرض الكتب العقائدية للمدرسة الأخبارية الأخباريون جعلوا من الأحاديث أئمة لهم الأحاديث لا قيمة لها إذا أردنا أن نقيسها إلى أئمتنا الأحاديث آثارهم ما قيمة الأثر بالقياس إلى الأصل إلى ذي الأثار هذه الأحاديث لها قيمة بما هي هي منسوبة إليهم أما أصل الأصول فهو الإمام المعصوم ولذا أحاديثهم تقول من أن إمام زماننا في زمان الغيبة يسدد الشيعة فهذا التسديد يكون خارج الأحاديث يسدد الشيعة فإنهم صلوات الله عليهم لا يعدون الفقيهة من رواة الأحاديث فقيها وإن كان يعد نفسه فقيها وإن كانت الشيعة تعده فقيها لا يعدونه فقيها حتى يكون محدثا فعينما سئل الإمام سئل الإمام الصادق وهل يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث عملية التفهيم عملية تقع خارج مجموعة الأحاديث الأصل الإمام الأصل الإمام الأحاديث من دون الإمام من دون تسديد الإمام ومن دون تفهيم الإمام تقودنا إلى الضلال مثلما القرآن من دون تفسيرهم صلوات الله عليهم ومن دون تسديد الإمام لفهم تفسيرهم يقودنا إلى الضلال وهذا هو السبب في تركيز الأئمة على موضوع التسليم والسالمية لهم فإن التسليم ما هو بقبول الأحاديث التسليم هو أن نسلم بكلنا للإمام المعصوم جزء من هذا التسليم أن نسلم بأحاديثهم الموضوع يحتاج إلى تفصيل طويل يمكنكم أن تعود إلى برامج السابقة كي تطلع على هذه التفاصيل ماذا نقرأ في كتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة إنه لوالد الصدوق لعلي لعلي ابن بابويه القمي والد الصدوق المتوفى سنة 329 للهجرة على ما هو معروف وهو وهو من رجال الغيبة الغيبة الأولى هذه الطبعة طبعة دار المرتضى بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والتسعين إنه الحديث الخامس والثمانون بسنده بسند علي ابن بابويه القمي عن أبي عبيدة الحذاء من رواة حديثنا عن إمامنا الباقر والصادق صلوات الله عليهما عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه عن هذا الأمر متى يكون عن يوم الظهور سألت أبا جعفر عن هذا الأمر متى يكون فماذا أجاب الإمام إن كنتم تؤملون أن يجيأكم من وجه ثم جاءكم من وجه فلا تنكرون نحن أخبرناكم من أن الظهور يكون من مكة ومن عند الركن والمقام لكن لو كان الظهور من مكان آخر وهذا هو إمامكم عليكم أن تسلموا له لأن الأحاديث نسلم لها في سياق التسليم الكامل لإمام زماننا صلوات الله عليه هذا هو التسليم لمحمد وآل محمد ما هو بقبول للأحاديث قبول الأحاديث والإذعان والتصديق بها هو جزء من التسليم وربما لا يكون جزءا مهم جدا الجزء المهم من التسليم هو التسليم لإمامنا بذاته صلوات الله عليه إن كنتم تؤملون أن يجيأكم من وجه ثم جاءكم من وجه فلا تنكرونه عليكم أن تعرفوا إمامكم أن تجعلوا المعرفة منوطة بالتسليم للأحاديث هذه ما هي بمعرفة كاملة مثل ما بيّنت لكم قبل قليل الشيعي المخلص يعرف إمامه بإمامه الحقائق تحمل قيمتها في نفسها عموم الحقائق فما بالكم بإمام زماننا إذا كانت الحقائق بكل أشكالها تحمل قيمتها في نفسها فما بالكم بإمام زماننا هذا ما هو بشيعي الذي يسأل كيف نعرف إمام زماننا إذا ظهر إنك لست شيعي أنت مسخرة ويقولون لكم المراجع هم الذين يعرفونكم بإمام زمانكم عود قبض من دبش إذا رجعت للمراجع قبض من دبش الشيعي الشيعي هو الذي يعرف إمام زمانه بإمام زمانه الإمام دال على نفسه بنفسه الأحاديث والروايات هي عوامل مساعدة عوامل مساعدة العلاقة بين الإمام المعصوم والشيعي المأموم تتجاوز مضامين الأحاديث مضامين الأحاديث لها حدودها مضامين الآيات لها حدودها هي وسيلة من الوسائل هي عامل مساعد لكن الحقيقة أعظم من ذلك وأكبر من ذلك هذه الرواية رواية فرار هؤلاء من عند إمام زماننا رواية تلزمنا أن نعيد النظر في كل هذه التفاصيل يمكن لهؤلاء أن لا يقع في هذا المطاب إذا ما نظفوا أنفسهم من القذارة البترية القذارة البترية موجودة في كل المدارس الشيعية لا أستطيع أن أستثني مدرسة من المدارس الشيعية وأقول من أنها خلية من القذارة البترية المدارس الشيعية هي المدرسة الأصولية التي تسيطر على الوضع الشيعي في زماننا هذا المدرسة الأخبارية المدرسة العرفانية المدرسة الشيخية وقطعا هذه المدارس تتشقق إلى شقوق المدرسة الأصولية ما هي بجهة واحدة المدرسة الأخبارية ما هي بجهة واحدة وكذا المدرسة العرفانية وكذا المدرسة الشيخية وكذا المدرسة التي يسميها أصحابها بالمدرسة المعارفية وقد يصلح عليها آخرون بالمدرسة التفكيكية إنها المدرسة التي تنتمي إلى ميرزا مهد الأصفهاني وهناك المدرسة الجنابذية وتأتي في سياق المدرسة العرفانية لكنها تختلف عن السياق العرفاني الشيعي المعروف في الجو الأصولي هذه المدارس الشيعية المعروفة والبارزة لا يمكنني أن أقول بأن مدرسة من هذه المدارس تخلو من الآثار للفكر البتري القذارة البترية موجودة في كل هذه المدارس ولكن لكل مدرسة مقدار وحظ وحظ بائز أسود من القذارة البترية النجسة نذهب إلى فاصل سأقرأ عليكم العبائرة من الزيارة الجامعة الكبيرة التي تخبرنا عن شؤون التسليم لأئمتنا صلوات الله عليه هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي دستورنا العقائدي إنها القول البليغ الكامل عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي هذه كل شؤوني المهمة بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به بغض النظر هل بلغني هذا أم لم يبلغني إذا أراد أحدنا أن يستكمل الإيمان كل الإيمان هكذا علمونا أئمتنا فأن نقول القول منا ما قاله آل محمد ما بلغنا عنهم وما لم يبلغنا ما أسر وما أعلن أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به أخبرتموني بذلك أم لم تخبروني فأنا عبدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به أخبرتموني أم لم تخبروني أنا عبدكم مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم موال لكم ولأوليائكم مبغض لأعدائكم ومعاد لهم سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم محققون لما حققتم مبطلون لما أبطلتم كل عنوان من هذه العناوين بحاجة إلى وقفة ولكنني أين أجد الوقت لذلك محققون لما حققتم مبطلون لما أبطلتم مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتمل إنني أحتمله إنني أحمله وليس من الاحتمال في باب الظنون والشكوك احتمل الشيء إنما تعهد بقبوله مثل ما جاء في أحاديثهم إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم هذه الأوبة مرحلة من مراحل الرجعة هناك الكرة وهناك الرجعة وهناك الأوبة مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم آخذ بقولكم عامل بأمركم مستجير بكم زائر لكم لائذ عائذ بقبوركم مستشفع إلى الله عز وجل بكم ومتقرب بكم إليه ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله هذه أيامه أيام الله يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم يستمر الكلام النص طويل هذه جهات التسليم لمحمد وآل محمد عموما وللحجة بن الحسن العسكري خصوصا فهذه المجموعة بحسب الرواية لم تكن قد طهرت نفسها من القذارة البترية من أين يأتون هؤلاء من الجو الشيعي من الواقع الشيعي هذا هو التمهيد لإمام زماننا حينما قال إمامنا الباقر وهو يتحدث عن المشرقيين الذين سيدفعون الراية إلى إمام زماننا إنها الراية الخراسانية وقال عنهم من أن قتلاهم شهداء ماذا قال الباقر صلوات الله عليه أما أني لو أدركت هذا الأمر لستبقيت نفسي للحجة ابن الحسن العسكري أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر عملية استبقاء وما هي بعملية إبقاء لو قال الإمام لأبقيت نفسي فإنني سأعتني بصحتي وأبتعد عن المشاكل السياسية والأمنية لا أصطدم بأحد سأتناول الأطعمة الصحية سأراعي أو ضاعي من جميع جهاتها في يقضتي ونومي كي أبقى حيا لكن الإمام ما قال من أنه سيبقي نفسه قال أستبقي لستبقيت نفسي عملية الاستبقاء إنها عملية جهاد وعملية بحث وعملية سعي إنها عملية تخليص النفوس من الغذارات البترية إذا كان الإنسان قادرا على أن يخلص نفسه من القذارة البترية فعليه أن يقوم بذلك وإذا كان قادرا على أن يخلص الآخرين من الذين يقولون نحن شيعة فعليه أن يقوم بذلك وهذا هو التمهيد التمهيد الحقيقي هو هذا دائما أقول أتمنى أن أكون كالناس في طريق التمهيد لإمام زماننا كي أقوم بكنس القذارة البترية يا ليتني يا ليتني أكون كذلك كي أقوم بكنس القذارة البترية من نفسي ومن نفوس الآخرين فهذه الرواية تخبرنا عن أن أصحاب الإمام ما هم بالذين على نقاء كامل ونظافة كاملة من القذارة البترية لذا ورد في بعض الروايات التي تتحدث عن أوصاف أصحاب القائم صلوات الله عليه حيث يتحدث أمير المؤمنين عن مجموعة منهم يصفهم بأنهم أنقياء وما وصف الباقين بهذه الصفة هذا النقاء يشير إلى النظافة من القذارة البترية ماذا فعل بنا هؤلاء البتريون ماذا فعلوا بنا آثارهم ستبقى كآثار الشيطان هؤلاء أنجسوا من الشيطان الشيطان سيقضى على برنامجه عند الظهور الشريف لكن الآثار الشيطانية ستبقى وهؤلاء الأنجاس سيقضى عليهم لكن آثارهم ستبقى نتحدث عن البتريين عن مراجع النجف وكربلاء فإن آثارهم أنجسة ستبقى هذه الرواية وأمثالها من الروايات تخبرنا عن هذه الحقيقة ماذا نقرأ في غيبة الطوسي المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المائتين بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لينصرن الله هذا الأمر إنه المشروع المهدوي الأعظم لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له الخلاق النصيب بمن لا خلاق له بمن ينظر إليه أهل الدين قبل الظهور بأنه ليس من أهل الدين لا حظ له في الدين لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان هذه الأوثان البشرية الأوثان البترية تققوا النظر في كلمات إمامنا الصادق ولو قد جاء أمرنا يتحدث عن الظهور المهدوي لقد خرج منه حينئذ خرج من ربقة دين العترة الطاهرة من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان هو يعد نفسه بأنه من شيعة العترة الطاهرة لكنه مقيم على عبادة الأوثان هذه الصور التي تعلق في الحسينيات والمساجد صور المراجع هؤلاء هم الأوثان والذين يصلون في المساجد وفي الحسينيات هؤلاء هم عباد الأوثان سيخرجون من التشيع للعترة الطاهرة وهم في الواقع خارجون لأنهم يعبدون الأوثان لكنهم يتصورون أنهم من شيعة العترة إذا ما ظهر الإمام سيلتحقون بأحبارهم سينصرون دين الأحبار والحاخامات في النجف وكربلاء في مواجهة دين الأنبياء والأوصياء لذا فإن البيان الأول لإمام زماننا ماذا يقول فيه من أنه هو أولى بالله وهو أولى بآدم وأولى بنوح وأولى بإبراهيم وأولى بموسى وأولى بعيسى وأولى بمحمد إنه يتحدث عن دين الأنبياء هذا هو دين الأنبياء الذين في النجف يتحدثون عن دين العلماء والمراجع البتريون لذلك يقولون له ارجع من حيث جئت لا حاجة لنا بك فعندنا دين إنه دين الأحبار والحاخامات لا يريدون دين الأنبياء والأوصياء هذه هي الحقيقة أتباعهم الآن هم عباد أوثان هذا ما هو كلامي هذا كلام صادقي صلوات الله وسلامه عليه وأنا أقرأ عليكم من كتاب ألفه مؤسس عبادة الأوثان في الشيعة إنه الطوسي نفسه هذا مؤسس المذهب الطوسي القذر هو الذي يروي هذه الروايات لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له الذين سينصرون الإمام هم الذين يقال لهم الآن من أنهم ليسوا متدينين قد يكونون من العلمانيين قد يكونون من الملحدين قد يكونون من الشيوعيين قد يكونون من أية مجموعة أما الذين هم يعدون من المتدينين سيخرجون من دين محمد وآل محمد لأنهم أساسا ما كانوا على دينهم وإنما يتوقعون أنهم على دينهم إنهم عباد الأوثان دققوا النظر في كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له لا حظ له في الدين في زمان الغيبة ولو قد جاء أمرنا حان وقت الظهور لقد خرج منه من هو اليوم في زمان الغيبة مقيم على عبادة الأوثان أية أوثان وهو يقول من أنني على دين العترة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الإمام الصادق ماذا يقول لم يعبدوهم ولكن الأحبار والرهبان شرعوا لهم شريعة حللوا لهم حلالا حرموا لهم حراما فاتبعوهم أسسوا لهم دينا في مواجهة دين الأنبياء والأوصية وهذا هو الذي يجري الآن على أرض الواقع بإمكاننا أن نغير الواقع إذا وضعنا أيدينا في أيدي البعض وبذلنا كل جهودنا وبذلنا كل طاقتنا في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي في الجانب الاجتماعي وفي الجانب التربوي في الجانب التعليمي وفي الجانب الإعلامي إذا توحدت جهودنا إننا نستطيع أن نفعل شيئا وهذا هو الذي دعوتكم إليه كرارا ومرارا عليكم بتيار مجتمعي فكري واسع كي تتمكنوا من كنس ما تستطيعون أن تتمكنوا من القذارة البترية من قذارات مراجع النجف وكربلا لينصرنا الله هذا الأمر بمن لا خلاق له ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان ألا تف على هذه الأوثان إنها الأوثان البشرية القفرة هذه الأوثان التي يقال لها بأنها آيات الله العظمى نذهب إلى فاصل هناك روايات صريحة تحدثنا عن بقاء الآثار البترية القذرة بعد ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه أقرأ عليكم من غيبة النعماني النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى قم المقدسة الطبعة الأولى في صفحة السابعة بعد الثلاثمائة إنه الباب السابع عشر الحديث الأول بسنده بسند النعماني عن الفضيل ابن يسار قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلية إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلية قلت وكيف ذاك قال إن رسول الله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوت وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به ثم قال أما والله لا يدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر القر هو البرد البرد الشديد إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب 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 المنحوت وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به نحن ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في الآية السابعة بعد البسملة هناك نوعان من التأويل هناك التأويل الأصل وهو إرجاع الشيء إلى أوليته وهناك التأويل المبني على الضلال والجهل وهذا هو الذي يقال له التأول لا بد أن نفرق بين مصطلحين بين مصطلح التأويل وبين مصطلح التأول ماذا قالت الرواية هنا أتى الناس وكلهم يتأول عليه ما قالت الرواية أتى الناس وكلهم يؤول كتاب الله وإنما يتأولون كتاب الله التأول هو تأويل ولكنه يستند إلى الجهل وإلى الضلال وإلى السفاهة والتفاهة ماذا يقول القرآن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ هؤلاء هم الذين يتأولون ولا يؤولون الرواية تتحدث عن هؤلاء فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يبتغون تأويله فماذا يفعلون يتأولونه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم جهة التأويل الوحيدة هي هذه الراسخون في العلم لأننا لا نملك طريقا مباشرا إلى الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الجهة الوحيدة هي هذه جهة الراسخين في العلم الذين يتأولون الكتاب هم هؤلاء فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل إلى الضلال فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به وماذا تقول الروايات أيضا الحديث الثالث في الصفحة الثامنة بعد الثلاثمائة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن القائمة يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله لأن رسول الله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة والخشبة المنحوطة وإن القائمة يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه يقاتلون الإمام هذه الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من غيبة الطوس التي تتحدث عن عبدة الأوثان ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان المقيمون على عبادة الأوثان هم هؤلاء الذين يتأولون على إمام زماننا كتاب الله ويقاتلونه عليه إن القائمة يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله لأن رسول الله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة وإن القائمة يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه هذا هو الذي سيجري في زمان القائم صلوات الله عليه إذا ما بقي البتريون على حالهم وإذا ما بقي الشيعة على هذا الدين الطوسي البتري القذر هذا هو الذي سيكون هذه حجج تقوم عليكم نذهب إلى فاصل ألا تلاحظون معي من أن الأحداث الخطيرة التي ترتبط في الجانب العقائدي تتركز في العراق والشيعة العراق من خلال ما عرضته لكم هذا هو الموجود في الروايات والأحاديث لا شأن لي بما تقوله سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بما تقوله السقيفة الأقذر والألعن والأنجس سقيفة بني طوسي لا شأن لي بما تقوله السقيفتان هذه أحاديث العترة وضعتها ونشرتها بين أيديكم ألا تلاحظون هذه الحقيقة من أن المشكلة العقائدية في العراق وفي شيعة العراق واضحة جدا واضحة جدا لماذا لأن النجف البترية في العراق ولأن شيعة العراق ديخيون بتمام معنى هذه الكلمة قد ركب على ظهورهم المراجع البتريون أعود إلى الرواية التي هي مدار حديث في هذه الحلقة من كل ما تقدم يتضح عندنا هناك جهتان هناك جهة التسليم وحدثتكم عن التسليم بنحو موجز وهناك الجهة البترية التي آثارها ستبقى بعد الظهور الشريف حيث أن إمام زماننا سيلاقي أكثر مما لاقى رسول الله صلى الله عليه وآله من جاهلية الناس وجهلهم وجهالتهم فهناك جهة التسليم وهناك الجهة البترية التي تمثل التيها والجاهلية والضلال والتفاهة والسفاهة إذا أراد هؤلاء أن ينجو من هذه الفتنة وأن لا يكون موقفهم الموقف الذي تحدثت عنه الرواية عليهم أن يطهر أنفسهم من القذارة البترية من القذارة المرجعية من القذارة الطوسية من القذارة الحوزوية النجفية الكربلائية وأن يزين قلوبهم وعقولهم بثقافة العترة الطاهرة هذا الأمر هو الذي سيجعلهم ينجون من مثل هذا الموقف هذا الموقف الذي يصفه الإمام الصادق بأنه موقف للغنم البكم ديخيون ديخيون هذا موقف ديخيون ما هو الفارق بين المضمون الذي تتحدث عنه الوثيقة الديخية وهذا المضمون أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسمان واحد قال لي أدع على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبة إليها قال توصل إطمئنن تركبهم يعني بش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلام قبل خمسة قال لي مستعجب مش ده قلنا تركب يعني خلاغة أبا ميشيني أبا ميشيني كان حالة أسنو فقوش ديخ عربي فقوش والنص عباردة كنا على ثفة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسمان عربي قال تركب مثل ما تركب نار وضاي ديخ وشي لا لا معلم إجمالي هذا هو واقع هو واقع الشيعة لا في الواقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة المعنى هو هو ما يتحدث عنه كمال الحيدري إنه يتحدث عن واقع مثل ما يعرفه هو أعرفه أنا ويعرفه الآخرون إنه إنه الواقع الديخي الشيعي الواضح لأن مراجع النجف وكربلة اتخذوا الشيعة حميرا لهم إمامنا الصادق ماذا يقول فيجفلون عنه إجفال الغنم البكم إنهم أغنام بكماء بهائم بكماء فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشرا خيبا داهية دهماء هذه داهية دهماء أية فتنة هذه هل يمكن أن نتخلص من هذه الفتنة نعم هذه الفتنة نتيجة لمقدمات سابقة قانون التوفيق والخذلان هو الذي يحكم هنا المقدمات الحسنة تؤدي إلى نتائج حسنة والمقدمات السيئة تؤدي إلى نتائج سيئة القذارة المتبقية في العقول والقلوب تؤدي إلى موقف القذر والطهارة والنظافة والنقاء كل ذلك يقود إلى موقف نظيف موقف طاهر هذا هو قانون التوفيق والخذلان لو لا القذارة البترية المتبقية في نفوس هؤلاء ليس ليس برغبتهم ليس برغبتهم دائما أقول لكم إنني لا أعطيكم ضمانا في أحاديث أن أحاديث خلية من القذارة البترية إنما أعطيكم ضمانا أني سأحاول أن يكون حديثي خليا من القذارة البترية إلى أقصى ما يمكن لن أخرجكم من سياج الكتاب والعترة لكنني لا أعطي ضمانا من أن كل أحاديث تكون خلية من القذارة البترية فأنا جزء من هذه القذارة أنا جزء من هذا الواقع الشيعي الطوسي القذر نشأت عليه منذ نعومة أطفاري وأبي وجدي وعائلتي وأسرتي وبيئتي ومجتمعي وكل الذين أعرفهم هم جزء من هذا الواقع الطوسي البتري القذر فأنا لي أن أتخلص من كل ذلك لذا لا أعطي ضمانا بأن أحاديثي تكون خلية بدرجة مئة بالمئة من القذارة الطوسية إنما أعطي ضمانا أنني سأحاول بكل ما أتمكن أن أقدم لكم أنظف حديث بقدر ما أستطيع أنظفه من القذارة الطوسية المرجعية النجفية الكربلائية الحوزوية الحوزوية البترية المرجعية الشافعية المعتزلية الأشعرية بقدر ما أستطيع فمشكلة فمشكلة هؤلاء هي هي مشكلتنا إذا اجتمع جهودنا للخلاص من هذه القذارة سنحقق النتائج المرجوة أو ما هو قريب من النتائج المرجوة مشكلة الشيعة العراقيين أولا يعدون أنفسهم أفضل الناس وأفضل من كل الشيعة في العالم وهذه مشكلة كبيرة هذا حاجز كبير فيما بينهم وبين إصلاح أنفسهم المشكلة الثانية هم كسالة لا يريدون أن يبذل أي جهد لكي يخلص أنفسهم من القذارة التي طمسوا فيها يحاولون إذا ما أرادوا أن يفعلوا ذلك أن يتوصل إلى النتيجة المطلوبة بأبسط الأمور كسالة وثالثا اهتمامهم بتوافه الأمور من الأمور الاجتماعية في الحياة وأمور العلاقات التافهة أو ما يرتبط بطعامهم وشرابهم وراحتهم تذكروا هذا إنهم يرون أنفسهم من أنهم أفضل الشيعة في العالم وهذه التربية تربية النجف النجف هكذا تربي نجف القذارة والبترية والضلالة والتفاهة يجدون أنفسهم من أنهم أفضل الشيعة في العالم مع أنهم كسالة والكسول يكون عديم الهم لا همة له يهتمون بالتوافه كثيرا وهم جلاس على مائدة الطعام وقت الغداء يسألون بعضهم ماذا سنتعش وهم يتغدون هذه ظاهرة عام قد ينظر إليها البعض على أنها أمر بسيط الأمور البسيطة الصغيرة هي التي تكشف عن الحقائق مثلما يقول أمير المؤمنين ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان الجنان تارة يكون جنانا فرديا وتارة يكون جنانا مجتمعيا هذه فلتات الجنان المجتمعي وأمور أخرى لا أريد أن أطيل الحديث بها فهذا هو الواقع الشيعي الذي تنتشر فيه البترية بنحو مركز ومركز جدا ولهذا السبب فإننا نجد الأحداث والوقائع التي ترتبط بالجانب العقائدي وبالجانب العقائدي الخطير جدا كل هذا سيكون في العراق وقت الحلقة انتهى وبهذا ينتهي كلامنا في هذا العنوان العراق وأحداثه سنلتقي غدا ان شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريون هم أتحدث عن المراجع البتريين وعن شيعتهم عباد الأوثان مثل ما عبرت عنهم الروايات والأحاديث بتريون هم والهوى والهوى بتري بتري لعين قذر نجس وهذا هو الفارق بين الثقافتين بين الثقافة الزهرائية والثقافة البترية اللعينة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله